و هلأ يا أصدقائي سنقوم بتفكيك كتلة التبريد مجموعة التبريد عبارة عن مبرد صغير بهذا اللابتوب أنا بستغرب أنه لابتوبات حجمة كبيرة على بورد صغيرة بهذا الشكل صباح الخير شباب كثير تحدثنا بفيديوهات سابقة عنا على القناة عن موضوع مهم جدا ألا وهو إضافة هاردين ضمن لابتوب واحد واليوم بين إيدينا لابتوب الأسوس X540S سنتحدث عن طريقة التفكيك طريقة تنظيف المراوح وتبديل معجونة المعالج إضافة لتركيب هاردين ضمن هذا اللابتوب لكن قبل ما نبدأ التفكيك يا شباب أتمنى منكم الإعجاب بالفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية مثل ما حكينا ببداية الفيديو أصدقائي أنه سنركب هارد إضافي ضمن هذا اللابتوب والهارد الإضافي وهو SSD سيكون بمكان الهارد الأصلي وهو HDD الميكانيكي والميكانيكي سينتقل لمكان CD-ROM أو السواقة وكونه تكلمنا عن السواقة في ملاحظة مهمة جدا قطعة الكادي هاي بيجي مقاسها 9.5 يعني CD-ROM اللي ضمن هذا اللابتوب هي 9.5 مليمتر السماكة الخاصة فيها لذلك بدنا ننتبه لهذا الموضوع لأنه في لابتوبات قديمة بتيجي السماكة الخاصة فيها 12.7 مليمتر هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لموضوع الكادي انتبه لهذا الموضوع قبل ما تشتري الكادي لتركيب الهارد بداخلها موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثل ما انا ملاحظين اصدقائي في عندي اتاش صغير لعدة فلاتات عندي هون بدي ارفعه بشكل الاعلى تمام بحيس انه زيل الفلاتة تمام بهذا الشكل تمام شباب هي ملاحظة مهمة جدا اثناء تفكيكات الغطاء طبعا هدول هن الفلاتات اللي كانوا موجودين على البورد بدنا ننتبه انشان ما نضرب الكيبورد نقوم بتفكيك الهارد والسي دي روم نقوم بسحب الهارد بهذا الشكل ومن ثم نسحب السي دي روم طبعا ملاحظة مهمة جدا في عندي اظافر بهذا المكان بسحب السواقة لهذا المكان ومن ثم برفعها وبتطلع معه ليش؟ لانه هي مثبتة ببرغيين بهذا المكان وهلأ منقوم بتفكيك الهارد ديسك الميكانيكي لنوضع بداله الاس اس دي طبعا في ملاحظة مهمة جدا في عندي اربع براغي تمام لا زيم فككون كل وعندي هذا الاسفنج بشيله بهي الطريقة هو لاسق بحاول قدر الامكان انه يضل سليم وهلأ منفتح الهارد الاس اس دي ونوضعه بمكان الهارد الميكانيكي وبعد ما رجعت الاربع براغي للمكان السليم تبعون صار الاس اس دي بهذا المكان وهلأ منقوم بتركيب الهارد الميكانيكي داخل الكادي اكيد منتأكد من اسنان الساتا تنزل بالمكان الصحيح مجرد وصول الاسنان للنهاية تظهر عندي العزقات الخاصة بالتركيب نركب عليها البراغي طبعا هي البراغي تجي موجودة داخل علبيت الكادي طبعا في عندي اربع براغي رح ركبون بالكادي وبعد ما انتهيت من شد البراغي الاربع بالمكان الصحيح انشان الهارد ما يتحرك من مكانه قوم بتركيب القطعة المعدنية بمكانها الصحيح طبعا اكيد في مكان خاص بشد البراغي اللي كانوا موجودين بهذا الشكل وهيك منكون شدين البراغيين بالمكان الصحيح لإعادة السواقة لمكانه الصحيح وهلا رح نقوم بتفكيك هاي البورد كليا لحتى نقوم بتبديل معجونة المعالج وتنظيف المروحة بشكل عام في عندي هالقطعة البلاستيكي بيكون عليها لاسق بسيط جدا بشيلها من على البورد طبعا هاي الفلاتة عن طريق السحب الى الخلاة تنسحب معي مثل ما انا شايفين تفككت معي المروحة وهلا نقوم بتنظيفها وهلأ يا أصدقائي رح نقوم بتفكيك كتلة هالتبريد مجموعة التبريد عبارة عن مبرد صغير بهذا اللابتوب أنا بستغرب انه لابتوبات حجمة كتير كبيرة على بورد صغيرة بهذا الشكل طيب على كل حال رح نفك كتلة التبريد ونحط لها معجونة معالج بسيطة جدا موسيقى 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 على فكرة ملاحظة مهمة جدا لتبديل البطارية انت مضطر لتفكيك الجهاز بالكامل نعم أصدقائي لتما تبديل البطارية تريد تفكيك البوورد قلياته حتى تصلت موسيقى 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 المترجم للقناة وفي ملاحظة مهمة جدا أصدقائي حبيت تخبركم عنها قبل ما جمع الجهاز بالكامل هذا الجهاز غير قابل للتطوير بالرامات بيجي مدمج برامات 4 جيجا DDR3 Low Voltage وبس غير قابل للتطوير بالرامات أبدا وطبعا في ملاحظة مهمة جدا أثناء تركيب السواقة أو فت كبدة ننتبه على السكك الموجودة على الأطراف بحيث أنه تنزل بداخلها بشكل سحب وبعد ما انتهينا من تجميع الجهاز شباب بالكامل ما ننسى رجع الغطاء والفلاتات الخاصة فيه أكيد الفلاتة لها مكان خاص وهو عبارة عن ضفر قابل للرفع وإدخال الفلاتة من تحتها من ثم إغلاق الضفر وأكيد ما ننسى رجع الجيلاتين الخاص بتغطية هذا المكان شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية